حذر مهندس معلوماتية شركة ميتة الأمريكية مالكة منصات التواصل الاجتماعي وذلك أنه بإمكان الدول مراقبة دردشات الرواد معاربين عن خشيتهم من أن إسرائيل تستخدم تلك الإمكانية بغية اختيار أهداف الاغتيال في غزة وكان فريق الأمان في تطبيق واتساب قد أصدر تحذيرا داخليا رأى فيه أن رواد التطبيق لا زالوا عرضة لشكل خطير من أشكال المراقبة الحكومية على الرغم من التشفير القوي المعمول به وكان تقرير صحفي قد كشف الشهر الماضي أن الجيش الإسرائيلية يستخدم نظام برمجة ويسمى لافندر حيث يكون تصنيفا من واحد إلى مئة ويعبر عن مدى إمكانية أن يكون شخص ما مصلحة نقل التقرير عن أجهزة استخبارات إسرائيلية أن الفرد الذي يحصل على تصنيف عال يصبح تلقائيا هدفا محتملا للاغتيال وقد رد الجيش الإسرائيلي على التقرير قائلا إن النظام هو مجرد قاعدة بيانات تهدف إلى إنتاج طبقات محدثة من المعلومات حول عملاء التنظيمة ترجمة نانسي قنقر